بسم الله الرحمن الرحيم احباك الكرام احداث الشوت التاني اللي كان لسه فتح التلفزيون وهقول له تامر حجاجة واحدة سفر مباراة يعني عايزين نقول مباراة هادية شوية فين وفينة ما الناس بتصحي الجماهير ودي امامنا طبعا الجمهور سعيد جدا وموسوط يعني مباراة يعني من بعض الحين بيبقى فيه سرعة شوية فالناس كلها ايه بتبقى سريعة ودي سعيد حامد ودي علي وشام ودي الجمهور منوارنا النهاردة فحاجة جميلة جدا وسنبدأ احداث الشوت التاني ودي طبعا الكابتن احمد اللي عيسى وطبعا فنان كبير جدا فنان عظيم وتمطالك البداية في احداث الشوت التاني هلعبها على طول وراه لازم بقى خضر اكون اتكلم مع فريته الناس كلها ايه لازم تغير شوية وادي طبعا في المدرجات طبعا النجمة حامزة الصغير منوارنا طبعا فنان جميل وحاجة حلوة جدا النهاردة الناس كلها جاية بالحب تطلع بره الملعب قاود يرجع بنص الملعب حلوة قاود اخدها من ناحية الشمال حد يقول لي حسري حد جاب لك عصير ولا اي حاجة ولا سندوتشات تقول له مستمع فيش حاجة جات لي وانا ناعد بازع من المسروع الرئاسية تطلع على طول اول فاول في المباراة مباراة هادية جدا وشوتها كده من غير تركيز يرجع بها تاني العابة حلوة من ناحية الملعب رقم 11 هيخش رقم عشوت ولا ايه ولسه ودخل في العب وخدها منه وخدها منه وهجمة مرتدة وماشي ولسه بدور احد يديله ويوقف على كورته تاني من ناحية الملعب العابة حلوة في ناحية الملعب وشوتها هبا والعرضة مش ممكن مش ممكن الراجل اللي كان وقف شوية وبس كان هلاقي حتة الشمال كلها مفتحها له 1-0 حبا الكرام في احداث الشوت التاني تامر حجاج وخدر مين اللي هيقول لي مين كل سنة وانطيبين العابة حلوة من ناحية الشمال بدور على حد يدينه تامر حجاج كالعادة عامل خط دفاع وراه جاب الفريق كله حط وراه وفرقة خدر والناس عملت دورة لايه صغرة مش لاقية تتقطع منه هجمة مرتدة ولسه وترجع تاني العابة حلوة وماشي وماشي ويرجع تقطع منه تاني ماشي في نص الملعب فريق تامر حجاج العابة حلوة سروبس حلو تقطع منه ولسه وترقلش مفيهاش حاجة مفيهاش حاجة حسبها ايه حسبها ايه حسبها ايه لسه هيشوف طبعا الجهاز التبي الف سلام علي حسبها ايه حسبها فاول جيتا تتكلم مع الحاكم ليه ايه انت ركز في لعبك ويركز في المباراة وحسبها فاول لمصلحة تامر حجاج وقف كورته ويلعبها والرجل بيشاور هالله يلعب ولعبها حلوة وتترد تاني هاجمة مرتدة على طول لعبها حلوة من ناحية الشمال تتلع الكورة برا الملعب اول مباراة هادية جدا لان زي ما انا قلت الرتمي بتعمل مباراة هادي فين وفين اما بالله هاجمة من هنا او هاجمة من هنا يلعبها حيطة كعب كده بتعزمان وشوتها هبا والله زي ما كنا الراجل سامعني قال لا هستحقش وقا حسري ولا ايه وشوتها كده وتتلع برا الملعب واحد سفر حباء الكرام مقتامر حجاج حتى الان واول وادي الراجل ويع تاني رايح له رقم اربعة بتكلم مع الحاكم لازم خضر الراجل يدور على اي صغرة يجيب بقى هادات وتخش الملعب ووبا ولسه مش ممكن وادي برجلة ولسه يا انهار ابياب مش ممكن اللجوان بتجيب اخطاء وادي خضر الراجل برا على الجنة محمل مش مصدق قال لك انا استببت في جنة غلط ولا ايه الدنيا العبها حلوة وترجع تاني هجمة مرتدة على طول العبها حلوة الرقم اربعة وماشي وشوتها استعجال جدا شوتها مستعجلة جدا الراجل لو كان بص كان الراجل جلوا من ناحية الشمال يقف على حتة كده متعزمان الله عليك يا ابني العبها حلوة ودخل جوة تمنتاشر وماشي ولسه حسابها ايه حسابها ايه ايه ده ايه ايه ده ايه هنا الراجل الراجل تعب حسابها ايه والف سلام علي عبلا ما يقوم بالسلامة انا بشكر طبعا كل القائمين على هزا الدورة بشكر طبعا الكابتل احمد حمد وكل القائمين على هزيه الدورة الجميلة الناس كلها جايب الحب وبشكر جميع الفنانين حسابها فاول هلعبها من ناحية الشمال والعبها في نص الملعب وشوتها هوبة فوق في السماء يلعب على طول تتقيتها منه باستعجال انا مش عارف هم مستعجلين اولي كده انت كان عندك شوت اولاني ما عملتش فيه الكلام ده ليه تطلع على طول من ناحية الشمال تتقيتها منه ياخدها مصلحة فريق تامر حجاج يلعبها حلو وتطلع برا الملعبهاوت فن وفن اما الناس كلها بتقيه بتيبقى سريعة شوية اما رتم المباراة انا شخصيا هادي جدا تطلع كرة من وسط الملعب يرجع بها على طول من ناحية الشمال عايزين ان يصحصح شوية ونصح الجمهور بهداف يلعبها على طول من ناحية الشمال يلعبها حلوة وتتقيتها منه ولسه وزقوا كده حتة مصرعة ما جاتش معاه يلعبها حلوة من ناحية المين تطول منه وتطلع برا الملعب قاوت يلعبها على طول من ناحية اللي مين لناحية الشمال يلعب وماشي دخل في العمق ولسه لعبها حلوة وابا ولسه مش ممكن مش ممكن مش ممكن الراجل قال له نديتك يا راجل هدف مؤكد وتضيعه مش ممكن وقادي هجمة مرتدة والماتش ابتده هو يسرع شوية بقى سريع وتطلع والراجل يوقف كده حتة ولسه مش ممكن ما تعرفش هو فيه ايه هو الناس كلها تيجي مرة واحدة تروح لعبة ومرة واحدة تروح جاية وقفة الواحد بقى جد بقاش عارف بقى يحزبها فاول ولا ناس بتوقف عشان هنا تقوله دفاول ويتكلمه مع الحجم كتير وقادي هجمة مرتدة وتطلع برا الملعب وقادي خضر الراجل هيتجنن برا الراجل مش مصدق لازم الراجل يبتدي يفكر من جديد عشان كان هو عامل مباراة في الدورة حلوة فايه اللي حصل في المباراة ده ما يعرفش وهجمة وتطلع على دول لسه وترجع يلعبها ترجع تاني من نصف الملعب وقادي خضر امامنا على الشاشة يلعبها حلوة وقادي خضر ابتدى اهو الروح المعنوية والتشجيع يبان عليك قال لك انا تمتيتها اوصل يا مساهل يلعبها حلوة من ناحة الشمال ترجع على طول لفريق تامر حجاج بص الناس بتوقف بالكورة كتير انا لازم مش عارف انا لئيه اللي ما فاش فيه كده على طول لمسة والتانية الناس بتوقف بالكورة وعايز يمشي من هنا جيب جول هتتقدم منه طبعا يعني مش فاهم ليه يعني تطلع على طول من ناحة الشمال بالرقم اللي هو لعيب حلو انوي يلعبها الرقم واحد بدارها لحد يديله ولسة يقف على كورته السريع هنا هو اللي هجيب يجوهنا جماعة اللي السريع هنا واللي يعمل على طول مقافش كورة تحت رجله هو اللي هيوصل للشبكة على طول يلعبها حلوة من ناحة المين ياخدها من نفسه وتطلع على طول تقطع منه ماشي في نص الملعب يلعبها حلوة من نحت شمال يعدي بها حلوة اوي وتطلع بره الملعب اوي هودي تامر حجاج عمال يشجع في ريته وواحد سفر كسبان حتى الان في احداث الشوت التاني بيدور على حد يديله يلعبها حلوة من نحت شمال لرقم 11 يرجع من نص الملعب الناس عمالت دور على اي سفرة توصل بيها وتامر حجاج عامل كل مفاتيحه كلها وره وتطلع دار باركنية يلعبها من نحية الشمال يلعبها ويرجع بها وره خالص يرجعها لحرس المرمى وشطع هوبا مش ممكن الناس يعني حتى تطلعت حرس المرمى يلعب يلعبها وتطلع وحجمة مرتدة ويخدها منه تاني ودخل وتطلع بره الملعب اوي داخل عليه داخلها كده صعبة فالرجل رحمة الله حمالة الامان يلعبها حلوة على طول في نص المرعب زي ما انتو شايفين تامر حجاج عامل خطة كلها الناس كلها وره وشطع هوبا يا راجل ونسه ونسه وشطع تاني ونسه مش ممكن الراجل حتطلع حاجات كتيرة مش عارف يلا رأس تروح منين ولا تيجي منين الناس عبت ودخل الراجل هيتجنن عايز يقول له تابر حجاجي يا راجل طب انت ايه الدفاع اللي انت عامل قولي دوت وشطها وتطلع على طول لسه ولسه 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 ويف على كورت طول وتطلع بره الملعب اوي الراجل الجنن قال له يا راجل انت بتلعب بخطة دفاعية صعبة جدا والفرقة بتاعتي عمالت دارة لأي صغرة مش لاقية وواحد سفر حبها الكرام لمصلح التامر حجاج تطلع على طول وهجمة مرتدة ولسه والراجل تليع له هناك اهو وتطلع منه وتطلع بره الملعب قاوت هو فريق خضر للراجل يعني الناس كلها لو ركزت شوية ممكن تجي اعمل حاجة وتجيب هدف بس الاستعجال طبعا وفي احداث الشوت التاني والعابة حلوة تلتع منه وماشي لرقم تسعة تسعة وماشي والعابة ضعيفة ولسه مش ممكن الناس خلاص الناس تقبط وقالت احنا تعبنا ومن الخطة اللي عاملها تامر حجاج والدفاع دي حد يشوف له حل اللعابة حلوة وشوتة وتطلع بره الملعب وادي بيتكلم مع زمونه هو بيقول له يا راجل ازاي الراجل ده وصل بسرعة كده للتمنتاشا وادي اول دار باروكنية وحارس المرمى ده عجبني جدا بيطلع في كل الوقات صح اللعابة حلوة وعجمة مرتدة هتوم منح الشمال والعابة حلوة وشوتة ولسه يعني ابتدى اهو فريق خدر يوصل للمرمى ويستغل لأي فرصة من اخطاء المدافعين دار باروكنية يرجع بيها على طول وشوتة وهب تطلع بره الملعب قاوت الناس خلاص مش لاقي حاجة تخش جوه التمنتاشر هتعتمد على الشوت وادي اما ابنه هيبه على الشاشة هو احمد الحسري تطلع على طول من ناحية الشمال ولسه ولسه مش ممكن مش ممكن اخطاء تكلف ناس كتير قوي وهاجة مات كتير قوي تطلع على طول وليسه وتعملوا مقت شمال وماشي هو جول واتنين على واحد واتنين على واحد لعبة عارضية لكن ينقذ الموقف بايه بزكاء جامد جدا تطلع على طول وراجل بشده من الفللة كده مسارعة وهياخد فيها ايه حسابة انزار اداله فيها انزار اباجي شده من الفللة كده قال له لا هاتها بقى واده خدر الراجل هو في برا ربنا يكون في اونه مش لقى اي صغرة يوصل بها لطمانتاشر ولا حتى يجيب بها جول تطلع على طول لحارس المرمى وش اقطع حسابة ايه حسابة ايه حسابة لسه مش عارف الحسابة ايه وخدر ايه خدر في الحسابة وهدف هدف يعني الراجل اللي يأس خدر قال لك اطلع حارس المرمى يجيب يجوان وتبقى النتيجة واحد واحد حبها الكرام وهدف ايه جميل جدا وغريب جدا في نفس الوقت رقم خمسة وعشرين حارس المرمى خدر لقى الناس كلها مش عارفة توصل للتمنتاشر فالك اطلع حارس المرمى على طول يجيب جول وادي كده حتة وما الاتنين خبطوا في بعض ولا ايه حسابة ايه ادالوا طارد والله ملاقاش لازمة اللي انت تخبطوا من وراء ملاقاش اي لازمة احنا النهاردة واحد واحد والدنيا كانت حلوة وادي اعتراضات على الحكم وادي خدر بقوله هم مكلموش ده هم التحموا في بعض غزبا عنهم ويرجع للشاشة اه هو دي خدر طبعا ده بيقولك ده ظلم فحاجة يعني انت خدر النهاردة في ريتك عامرة اللي عليها في التسيب المبرابة للحكم فحاجة غريبة جدا فحبا الكرام واحد واحد تامر حجاج وخدر فالنهاردة الطارد ده هيعمل مشاكل جدا لخدر بس هو مش بقى كتير في حداثة الشوط التاني ودي كده مشكلة في ارض الملعب ودي حمودي طبعا ابن الكابتن احمد حماد ودي انا حاسس ان الطارد ده يعني هو كانش فيه حاجة بس هو ما عاملوا موضوع ودي خدر زعلان جدا واحد واحد احبا الكرام وطارد من فريق خدر يبقى كده خدر بيلعب الراجل ناقص واحد يلعبها على طول من ناحية اللي مين لمصلحة تامر حجاج وتطول منه وتطلع برا الملعب احبا الكرام في كل مكان اللي كان بيشرب سجارة ولسه فاتح الترفيزيون هقوله خدر واحد تامر حجاج واحد في احداث الشوط التاني وخدر بيلعب ناقص واحد يلعبها حلوة من ناحية الشمال مبرار رتم بتاعها هادي جدا احبا الكرام في هذه اللحظات ستنتهي احداث الشوط التاني بتعادل الفريقين واحد واحد احد اقول لي هلعبوا دربات ترجيح ولا ايه ده اللي احنا لسه هنشوفه احبا الكرام سنتنتهي احداث الشوط التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم احمد الحسري انفيش طرفات ترجيح حالي انتم انتم ترعبوا ترجيح انتم اترعبوا ترجيح كتا يا بحضور و انت بما انتش نقول كتا السلام عليكم كان انا رفض ان احمد و بيوزة المقشي اوي 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 و خدر جاي يتكلم في دقيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة